أهلا بكم من جديدة تطورات في الميدان تحديداً سوريا وسنتطرق أيضاً قريلاً إلى غزة الخرائط ماذا تتحدث؟ كيف هي تطورات ميدانياً مع الخبير العسكري والاستراتيجي نضار أبو زيد نضار بك مساء الخير أهلا بك أبدأ من سوريا ما الذي يحدث هناك قراءتك ميدانياً وفق الخرائط ماذا تقول؟ نعم بدايةنا محمد يسعد الله مساءك ومساء المتابعين الكرام يعني ما يحدث بسوريا يمكن أن نعنونه بأن الصراع مصالح بين قوى إقليمية ودولية بالتالي حتى تتضح الصورة نذهب إلى الخرائط مباشرة لنستغل ما يوجد على الخرائط ونفرغه على الأرض بقواعد تحليلية الآن إذا ما شاهدنا هذه الخرطة الموجودة أمامنا بالألوان الموجودة أمامنا اللون الأحمر يشير إلى مناطق سيطرة النظام السوري اللون الأصفر إلى مناطق انتشار الميليشيات الكردية الموجودة قريبة من الحدود مع تركيا اللون الأخضر أيضاً إلى مناطق هذه المناطق التي تحدثنا عنها أمس وهي منطقة خفض التصعيد في إدلب والمناطق في اللون الأخضر هي المناطق التي وصلت لها الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا لتتضح الصورة أكثر إلى أين وصلت هذه الفصائل المسلحة ما الذي عملته على الأرض يوم أمس كنا نتحدث عن حماه اليوم لم يوجد أي تطور جديد في العملية الجديدة التي أطلقت والتي عرفت بعملية فجر الحرية بالتالي عملية فجر الحرية على ما يبدو توقفت عند حدود حماه جنوباً وتوجهت العمليات كلها شرق حلب لنذهب إلى الخارطة حتى تتضع الصورة كما تشير الخارطة أمامنا بكل وضوح اللون الأخضر هذا اللون الذي وصلت له الفصائل المسلحة تجاوزت عن حلب الأهم في السيطرة ليس على الأرض بقدر ما أن الأهم بالسيطرة على القواعد العسكرية التي وصلت لها هذه الفصائل المسلحة وهنا نتحدث عن مطار حلب الدولي نتحدث عن مطار كويرس نتحدث عن مطار أبو الظهور ومؤخراً مع ساعات العصر تقريباً وصلت عند مطار منق العسكري بالتالي هذه القواعد العسكرية والمطارات العسكرية يوجد فيها أسلحة ويوجد فيها ذواء ذقائر لقوات النظام استولت عليها هذه الفصائل وتعزز وجودها هناك أمر ملفت كان واضحاً في المقاطع التي كانت تبث هو تسليح هذه الفصائل التسليح ليس معتاداً بتسليح فصائل المقاومة بأن يكون تسليحاً خفيفاً شاهدنا ناقلات للجنود شاهدنا عربات مدرعة شاهدنا أسلحة متطورة موجودة معاه والأهم من ذلك الطائرات المسيرة التي كانت ترافق العمليات وتقدم هذه الفصائل مما يشير بكل وضوح ويعزز من المؤشرات التي تحدثنا عنها أمس بأن من يدعم ويحرك هذه الفصائل تركيا الآن يبقى السؤال الأهم لماذا توقفت هذه الفصائل عند حماه؟ ويوم أمس كنا نتحدث أنها ستتجه جنوباً كما يظهر على الخارطة في هذه المنطقة باللون الأخضر تقريباً كان الاتجاه جنوباً باتجاه حماه لكن يبدو أن الهدف الرئيسي من العملية لم يكن الاتجاه باتجاه الجنوب رغم سرعة التقدم لذلك توقف التقدم نحو حماه واتجه التقدم شمالاً باتجاه هذه المنطقة الظاهرة على الخارطة المتاخمة لللون الأصفر باتجاه منطقة تل رفعت وتم السيطرة أيضاً على تل رفعت تقريباً مع ساعات العصر اليوم لذلك وصلت فصائل المعارضة السورية إلى هذه المنطقة المشار لها باللون الأخضر المتاخمة لحدود المنطقة الصفراء وهذا يعزز أن هذه الفصائل تريد الاتجاه مع الحدود التركية الظاهرة على الخارطة والاستمرار حتى تصل إلى أقصى شرق سوريا بمنطقة القامشلي بالتالي هذا يعزز أن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية هو خلق منطقة عازلة على الحدود مع تركيا وإبعاد الفصائل أو الميليشيات الكردية ما يعرف بميليشيات قصد المدعومة أمريكياً والظاهرة باللون الأصفر على الخارطة مباشرة لذلك يبدو أن الاستمرار بالعمليات العسكرية في شرق حلب يعزز خيار أن هذه الفصائل تريد التقدم تشتبك مع قصد برأيك هي اشتبكت مع قصد اشتبكت مع قصد في تل رفعت واشتبكت بالتحديد قصد هي أكثر من فصيل كردي من ضمن هذه الفصائل الكردية اللي هي الديمقراطي الكردي فصائل المسلحة الديمقراطية الكردية اشتبكت معها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا وعلى رأس هيئة تحرير الشام في تل رفعت وأهمية تل رفعت أنها قريبة من الحدود التركية وهي رأس الحربة في مناطق السيطرة الكردية شمال شرق سوريا بالتالي يبدو أن الهدف التالي للفصائل المسلحة من المعارضة السورية ستكون باتجاه منبج الظاهر على الخارطة وهي المنطقة أيضا التي يتواجد فيها عناصر من قصد وتواجد فيها عناصر من الفصائل الكردية الحديث عن قصف سوري روسي لميليشيات المعارضة السورية والميليشيات المسلحة للتوجهة إلى حما تتفق معه أو قف الهجوم أعادى تفكير هذه الفصائل المسلحة وما مصير حلب في سؤال اليوم هل سيسكت النظام السوري عن سقوط حلب نعم القصف الجوي الذي حصل اليوم وخاصة المشاركة الروسية في هذا القصد على ما يبدو أنها مشاركة خجولة لغاية الآن لأن روسيا على ما يبدو أيضا لا تريد التورط في هذا الصراع لأنها تدرك أهدافه تماما الأمر الآخر عندما قلت أن هذا الصراع أو عنوان هذه المرحلة أنها صراع مصالح بين قوى إقليمية تركيا تريد بناء المنطقة العازلة على الحدود مع تركيا وإبعاد الفصائل الكردية إيران تريد توطيد وجودها في سوريا روسيا تريد على ما يبدو لديها رغبة في تقليل أو تقليم أضافر إيران في سوريا لأنها لا تريد أن ينازعها على الكيكة إذا ما جازي للتعبير السورية أحد وبالتالي الجانب الأمريكي أيضا يريد توريط روسيا في تركيا بالاستدام مع هذه الفصائل واستنزافه أكثر كما يحصل في أوكرانيا يبقى الأهم من ذلك أن كل هذه المصالح تتقاطع في نقطة واحدة وهي إيران بالتالي يبدو أن كل القوى الموجودة ترغب أو لديها رغبة وعلى رأس الاحتلال بتقليم أضافر إيران في سوريا على قطة تترك حلب نعم أو لا؟ لا لن تترك حلب وأعتقد أن زيارة عرقجي اليوم إلى دمشق وانتهاء من دمشق وتصريحاته تشير بكل وضوح أن زيارة يوم غدا إلى أنقرة إذا لم يتم الاتفاق على المبادرة التي ستطرح والتي ستكون لصالح تركيا سيتتأخل إيران بدفع جزء من الميليشيات الشيعية الموجودة في العراق والجاهزة تقريبا ستدفع فيها باتجاه إسناد النظام السوري في سوريا لاسترداد حلب لكن أعتقد أن ضمن المبادرة السياسية ستعود حلب إلى حضن الدولة السورية طيب أنتقل إلى غزة بدقيقتين لأنه ما معي أكثر من غزة لن أطيل كثيرا في غزة وعندنا فيديو جديد للمقاومة المقطع الذي ظهر اليوم يشير بكل وضوح إلى أن المقاومة لا تزال العقد القتالية متماسكة هذا المقطع الذي ظهر عقدة قتالية متماسكة القيادة والسيطرة سيتو الذي نتحدث عنه دائما متماسك واضح هناك شرح للكمين هناك تنفيذ هناك تخطيط هناك استخبارات إذن الثلاث أبعاد في الكمين واضحة جدا هذا يدل ويعطي مؤشر على أن المقاومة ضعفت إمكانياتها ضعفت كفائتها القتالية ضعفت في قطاع غزة يقابل ذلك ضعف للكفاءة القتالية لقوات الاحتلال حتى نكون موضوعيين بالطرح ضعف للكفاءة القتالية انخفاض لحدة العمليات وبالتالي كل الطرفين المقاومة والاحتلال قفت عملياتهم واستنزف الطرفين في العمليات العسكرية لكن في هذا الشكل من العمليات إن استنزفت القوات النظامية يكون التفوق لحركات التحرر الوطني أو للمقاومة نحن أمام بلورة الاتفاق وأعتقد أننا تتسارع الأحداث المؤشرات تتعزز وأعتقد أننا بتنا قريبا من اتفاق هدنة قد يأخذ مسممة تحت هدنة إنسانية أو اتفاق هدنة مؤقت لكن أعتقد أننا بتنا قريبا من اتفاق هدنة قد يكون الباب أو المدخل لهذا الاتفاق هو معبر رفح وفتح معبر رفح استنادا لذلك إن تم الاتفاق على هذا الهدنة سيكون الباب أوسع للدخول بمبادرة لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرة أو استعادة تبادل الأسرة الموجودين لدى المقاومة واستعادة الرهائن الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال نعم وهذا هو الشرح التفصيلي الذي بثته المقاومة اليوم للعملية في غزة وهي عملية مركبة وسميت بعملية انتقام لدماء السنوار أو الانتصار لدماء السنوار حتى نكون أكثر دقة أشكرا كل الشكر نضال أبو زيد الخبيل العسكري والاستراتيجي على حضورك الليلة معنا أوضحت ما يحدث في سوريا وأيضا علقت على المقطع الذي بثته المقاومة اليوم حول عملية جديدة في غزة كل الشكر